اشتركوا في القناة الديمغرافية الخامسة بجمهورية المجر وخلال اللقاء سعرضت سيدة آمن الرمحي خطط الوزارة لتوفير الخدمات الاسكانية للمواطنين والبرامج الفورية التي تم استحداثها مؤخرا لتوفير خدمات اسكانية ومستدامة للأسر البحرينية بالشراكة مع القطاع الخاص بالإضافة إلى جهود توفير المشاريع والخدمات بالمدن الاسكانية لتوفير الاستقرار المعاشي للمواطنين وبحث الجانبان سبل التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال توفير الخدمات المجتمعية المقدمة للمواطنين منها المتعلق بقطاع السكن الاجتماعي الذي يعد من مقاومات توفير سبل العيش الكريم للمواطنين وتحقيق الاستقرار المعيشي للأسر وثمنت سعادة الدكتورة آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبر السن بالجمهورية التونسية جهود المملكة في توفير الخدمات الاسكانية وتطوير قطاع التخطيط العمرانية متمنية للبحرين دوام التوفيق والتقدم